على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات بدبي شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات اتيدا وشبكة المشرق العالمي الإماراتية للتوسع في خدمات اعمال مركز الشركة في مصر تهدف هذه الاتفاقية الى توفير 300 فرصة عمل للكوادر المصرية المؤهلة على اعلى مستوى موجهة لانشطة تصدير خدمات الاعمال المصرفية وذلك خلال مدة الاتفاقية والتي تبلغ ثلاث سنوات وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم شبكة المشرق العالمية بتوسيع عملياتها في مصر والتي تتضمن تقديم خدمات تحليل البيانات وذكاء الاعمال والتدقيق الداخلي وادارة الاعتمان بالاضافة الى الكثير من الخدمات المالية والبنكية الاخرى ترجمة نانسي قنقر